برأيك يعني تبني حزب الاس بي او بشكل او باخر يعني للخطاب المعتدل بما يخص القضية الفلسطينية وحالة الصراع حاليا في غزة هل برأيك سيخرجوا ايضا او لربما سيعيدوا الى موقع ما مثلا او هل هذا استحقاق مطلوب منه ان يتخذوا لصالح شريحة كبيرة اليوم يعني عندما نشاهد مظاهرات المؤيدة لفلسطين وضد ما يحصل بها بصراحة نشاهد المئات واحيانا الالاف في الشارع هل برأيك استقطاب الاس بي او لهذه الشريحة لربما يخرجوا او يساعدوا ما مثلا او سيسبب بخساراته لأصوات اخرى هي من المسألة محتاجة لمعادلة سياسية حكيمة موضوعك سؤالك حلو مثل ما بنعرف حزب الاشتراكي النمساوي كان اول حزب ينفتح على ياسر عرفات بقيادة برونو كريسكي نجتمع معه لعرفاتك وحتى اليسار الفرنسي يوم اللي انتخبوا فورا قالوا سوف نعترف بالدولة بالدولة الفلسطينية خلال اسبوعين ثلاثة هيك قالت هيدي انا بتذكر تصريح كان قفزة الى الامام كبيرة يعرف كيف يعني العدالة الاجتماعية اللي بيآمن فيها هذا العدالة الاجتماعية الانسانية اللي بيآمن فيها الأحزاب العمالية الأحزاب الاشتراكية بأوروبا تبنت القضية الفلسطينية عرفت كيف بزعمة برونو كريسكي الى اليوم يعني بس انه حاليا حاليا صنفت كل الأحزاب السياسية كبيرها وصغيرها بمواقف سلبية تجاه ما يحصل اليوم في فلسطين فهل برأيك يعني ممكن هذه اللقطة أن تفيدهم؟ الحزب الاشتراكي والأحزاب اليسارية واضحين عرفت كيف اللي بان بفرنسا خلينا هون ما نتبخر كيف عامل حلف معي معي 30 ثانية بصراحة عامل حلف مع اللوبي الإسرائيلي اللي بان عرفت كيف مثلا الأحزاب الاشتراكية هذا خط أحمر ممنوع ما بيعملوا هكذا شي عندهم خط معروف بالقضية الفلسطينية الأحزاب الاشتراكية الأوروبية بإسبانيا عترفوا ولكن هل لديهم الجرع أن يطرحوا هذا الشي ضمن خطاباتهم الانتخابية مثل سيد بابلر أو في البرامج أو في المواجهات التي سنشاهدها في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة عفوا هذه أجندة ثابتة ما في نلعف فيها ولكن موقفهم كان سلبي جدا صراحة بالصراع الأخير هو فقط لأنه حماس هي اللي فتحت الاعتداء هذا النقطة الضعفة لذلك ساكتين أو ما بيحكوا عرفت كيف ولكن هل الناخب يفهم هذا الكلام؟ الناخب اليوم يرى حماس مقاومة ويراها تواجه الاحتلال الإسرائيلي وهالكلام هذا اللي بنسمعه على الإعلام هذا في تشافق بالأفكار هل برأي أنه فعليا هي الدكتورة ألت لك يجب يريد خطاب ماذا أفضلتي؟ يريد خطاب أو حكيم أو خطاب حكيم لا 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 يستطيع استقطاب استقطاب هذه لا يستطيع استقطاب برضو السودانيين عدد مش بسيط يعني أديش تقريبا تعداد الجالية السودانية في النمسا؟ يعني يعني تقريبا يعني ما أتوقع أنه ممكن يكون أكثر من خمسة أربعة ألف يعني مش بغاردة بجاليات أخرى خمسة آلاف الشخص تقريبا دكتورة الصراع الإسرائيلي فلسطيني عمره سبعين سنة أما هذه القضية اللي عم تحكي فيها السودانية جديدة يعني ما انتشرت ما في حدي يلاحق ما في اهتمام هي ما بتمفصل بدليل أنه يعني الآن مسألة الهجرة ومسألة الحدود بيقى فيها كنترول أغوى على الأساس أنه العشر مليون الموجودين في مصري ما يدخلوا عبر البحر الأحمر إلى أوروبا يبقى من واجب أوروبا ومن واجب الاتحاد الأوروبي بشكل عام والنمسا جزء من الاتحاد الأوروبي المساهمة في إيقاف هذه الحرب نعم ونرجح تاني لمحاربة الأسباب جميل جزء إذن شكرا شكرا لكم شكرا لكم دكتورة إشرقى مصطفى الخبيرة المختصة بالعلوم السياسية والأستاذ رفعة الزيادة أيضا الباحث السياسي بأشأن أن نمساوي في هذا اللقاء إذن مشاهدين الأكارم كان حديث النمسا اليوم اليسار في النمسا وحظوظهم في العودة إلى السلطة هل ممكن أن يدخل حزب الاسبيو المستشارية بعد غياب يعني عقد من الزمن إلى أي حد النمسا منفصلة عن المناخ السياسي في أوروبا هل عودة اليسار في بريطانيا وفرنسا يغذي يسار النمسا أشكر ضيوفي مرة أخرى وأشكر من خلف الكاميرات فريق العمل وطبعا سنبقى في تغطية ومتابعة دائمة لكل ما يتعلق في هذه الانتخابات والحالة لربما المفصلية صراحة في تاريخ النمسا في هذه المرحلة أشكركم مرة أخرى وأمسي سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة